أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها لتنفيذ مهمة سفينة حفر عملاقة في اتجاه المغرب أعلنت شركة شاريوت عن وصول سفينة الحفر العملاقة ستين فورثة دريلشيب إلى سواحل مدينة العرائش في الأيام المقبلة وستتولى السفينة، المشغلة من قبل شركة إينرجين، عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في رخصتين بحريتين هما ليكزوي وريصانا وكانت السلطات المغربية قد وافقت على اتفاقية الشراكة بين شاريوت وشركة إينرجين والتي تمنح الأخيرة حصصاً في رخصتي التنقيب وتكلفها بتشغيلهما كما حصلت سفينة ستين فورث التابعة لشركة ستين دريلينج على عقد حفر بئر تقييمي جديد وتكمل هذه الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها لأول مرة في ديسمبر 2023 شراكة استراتيجية بين شاريوت وشركة إينرجين بهدف استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل المغرب وبموجب الاتفاقية تمتلك إينرجين الآن 5.4% وستة روى 3.5% من حصص رخصتي ليكزوي وريصانة على التوالي بينما حصلت شاريوت على مبلغ نقدي مقدم قدره 10 ملايين دولار من إينرجين وتمثل هذه الخطوة إنجازاً هاماً لجهود المغرب الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي كما تقدم دفعة قوية للاقتصاد المغربي من خلال خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية ترجمة نانسي قنقر